هذا اللقاء أن نوضحه مسألة قانونية مسألة دستورية في المقام الأول قبل التشريع أو التشريعات التي هي دون الدستور جاءتكم بالنص الأصلي للدستور التونسي الأول الذي ختمه الرئيس تحبيب بورغيبة وورد فيه رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات العسكرية وهذا بخط أحد كبار الخططين في تونس الخماسي الفصل السادس والأربعون مرة أخرى رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة العسكرية كان هذا دستور سنة تسعى وخمسين وتسعيمائة والب يتولى القيادة العليا للقوات المسلحة ولم يأتي في هذا الدص الدستوري بيان للقوات المسلحة العسكرية كما ورد ذلك في نص دستور سنة تسعى وخمسين وتسعيمائة والب أن رئيس الجمهورية هو الذي يتولى التعينات والأعثاءات في الوظائف العليا العسكرية والديبلوماسية والمتعلقة بالأمن القومي ورئيس الدولة هو القائد الأعلى للقوات المسلحة العسكرية وللقوات المسلحة المدنية ولكل الأسلاك التي وردت في القانون المتعلق بالقوات المسلحة والقوات المسلحة المدنية كما شاءت في القانون المذكور الصادر في شهر أوت من سنة اثنتين وثمانين وتسعيمائة غالب القوات العسكرية اليوم والقائد الأعلى للقوات المسلحة أعتمنتم على أمانة الشعب ولا تحقيق الأمن ولا أعتقد ولا أشق ولو لحظة واحدة في أنكم ستحملون هذه الأمانة بكل أثقالها وبكل أوزارها ومهما كان الثمن لأننا لا نقبل الهزيمة لا نقبل كما لا تقبلون أنتم ألا بالانتصار أو بالاستشهاد لنستشهد رافعين رؤوسنا ورافعين رايتنا مفتخرين بما أنجزنا مفتخرين بالتعبير عن إرادة الشعب الذي دفع الكثير ويدفع الكثير في هذه الأيام الصعبة أشكركم مرة أخرى على ثباتكم وعلى إيمانكم وعلى وطنيتكم العالية وعلى روح المسئولية من أكبر ضابط في الرتبة إلى كل من يعمل في قواتنا المسلحة وشكرا لكم